دايما بقول ان الاستثمار الامن هو الاستثمار العقاري الفلوس ممكن قيمتها تبقى بتقل اي استثمار تاني فيه مخاطر لكن الاستثمار في العقار الحقيقة هو استثمار امن جدا واللي بيستثمروا فيه هما الاسكية واهلينا وجدودنا كانوا دايما يحبوا يقتنوا بيت ارض لان هما عارفين ان ده الامان في المستقبل ليهم ولولادهم ومن الشركات المهمة جدا جدا الحقيقة اللي كانت موجودة معانا قبل كده على مدى عدد كبير من الحلقات الشركة المصرية للاستثمار العقاري شركة سيستم الاستثمار فيها مريح جدا جدا لانه كمان جاذب ما بتطلبش منك انك تدفع مثلا 20% في الاول ولا 10% في الاول واقصات كبيرة مش عارفة ايه واقصات يعني اي حد عنده فكرة عن الاستثمار هيبقى سعيد وممتن وان شاء الله كسبان مع الشركة المصرية بيشرفتني من الشركة المصرية الاستاذ نور مجدي مدير المبيعات اهلا يا فندم اهلا بيك شرفتني وانستني اهلا بيك والاستاذ محمد المحسن مدير التسويق شرفتني وانستني شرفتني هي انا سعيدة بوجودكم لانكم من الشباب المميز احنا اسعد طبعا اهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين مرة تانية برضو مبسوطين بتوجدنا مع حضرتك الحمد لله بفضل ربنا وخصوصا كمان بخلاف ان احنا بنعتبر حضرتك شريك معانا من ضمن شركاء النجاح في البداية برضو احنا خلينا برضو نوضح للسادة المشاهدين كلهم ايه هي الشركة المصرية ابتدينا الاول الحمد لله احنا الشركة المصرية اولى رواد الاستثمار الفندوقي في مدينة مارس عالم وبحر الاحمر الناس مش فهمة برضو يعني ايه رواد استثمار او يعني ايه مش وصل لها فكرة رواد الاستثمار قوي يعني الفكرة هنحاول نوضحها ان احنا من 2005 ابتدينا نكتب اسم من دهب حقيقي يلمع في سماء مارس عالم الموضوع ابتدى باول اطلاق اول مشروع لينا فندق كينزهوس كان عبارة عن فندق فندق كينزهوس وبالنظام المتعارف عليه اللي هو القسط بدون مؤدم وبحصة في الارض ملكية خاصة للعميل العميل بييجي بيشرفني بديله الوحدة بتاعته بنظام ملكية ونظام اللي هو اللي حضرتك عارفاه عننا دايما تمام ومن خلال لحد وقت الاستلام بيدفع وبعد كده من عند الاستلام هي بتقصت نفسها او هي بتقصت الوحدة يعتبر او بنساعده في القسط او ما شابه زي ما ايه زي ما الناس كلها كانت عارفة النهاردة طبعا لان احنا كنا في الاستثمار العقاري اللي بتاعنا في مارس عالم حبينا نتحدى نفسنا حبينا نوصل لمرحلة اعلى شوية وصلنا لفكرة التجاري بقينا الحمد لله فضل ربنا اولى رواد الاستثمار التجاري في مارس عالم جايين بمفاجأة كبيرة يعني مش بس بقى استثمار فندوقي لكن كمان انتوا فتحتوا يعني مساحة جديدة للإستثمار وستعنا بالفعل وستعنا انها بقى استثمار كمان تجاري مون تجاري بالضبط عملنا التوسع التجارية بتاعتنا جايين بمفاجأة كبيرة جدا جدا مشروع القرن بالنسبة لمدينة مارس عالم والبحر الحمر بالكامل تمام مشروع امازون هايبر ماركت طب ستناقي لا لازم قبل ما نكلم عن المشروع تحت اقل كلمني برضو عن ليه فكرة الاستثمار في مارس عالم تحديدا انا هستفيد ايه كمستثمر والله يبصي حضرتك هي الفكرة تتلخصت كم نقطة بسيطة جدا لازم كل الناس وكل شعب مصر يعرفوا يعني ايه مارس عالم اولا مارس عالم هي الوجهة السياحية رقم واحد بالنسبة لجمهورية مصر العربية مارس عالم كل السياحة او كل الاجانب المقامين خارج برا في دول اوروبا لازم يعدوا على مارس عالم مارس عالم فيها اتنين مطاريين دوليين تمام بيقدر يستقبل ما لا يقل عن 135 رحلة بمعدل من 17 الف ال 28 الف لو حبنا نتكلم بالارقام يعني 28 الف سائح اسبوعيا فده بيوصل من 11 دولة مختلفة بجنسيات مختلفة جدا تمام فده بيوصل لاقبال عدد كبير جدا من الزوار اللي بيروحوا ييجوا على مدية مارس عالم او اللي هو الارتداد زي ما بيقولوا يعني بالنسبة برضو للمدية ليه مارس عالم وليه اختارنا مارس عالم من ضمنها برضو شواطئ شارملولي اللي هو شواطئ شارملولي المصنف عالميا اللي هو التالت عالميا واللي هو بيجزب عدد كبير جدا من السياح اللي هم بيترددوا على نقطة المطارات الدولية اللي موجودة في مارس عالم في حاجة برضو تانية نحب أضيفها إن فيه القطار السريع اللي الدولة بصدد إنشاءه وده قريب جدا جدا ده ينقل مارس عالم في حكة تانية خاصة في الأسعار كمان الشاطر يستثمر دلوقتي لو القطار ده متد هناك بالضبط الانتهز الفرصة معنا زمان واشترى النهاردة هو بيكسب مكاسب حقيقية النهاردة هو ذات نفسه عارف كل العمل عارفين إنه النهاردة هو بيكسب مكاسب حقيقية فالنهاردة مشروع أمازون هايبر ماركت مشروع القارن التجاري النسبانا للناس كلها عاملة عليه ضجة والعملة بتوعنا الحمد لله بفضل الله برضو 90% من العملة بتاعنا اشترت هنا واشترت هنا واشترت هنا وحبت تخش معنا برضو في أمازون هايبر ماركت وستاذ نور هيشرح لنا دلوقتي كل التفاصيل بتاعنا فرحنا بقى زي ما يعني سمعنا أو شوفنا إن فيه استثمار عقاري عظيم الشركة المصرية عاملا هو مشروع القارن زي ما اتقال عليه في مرس عالم لأنه هو أول وأكبر هايبر ماركت موجود في البحر الأحمر بالكامل يعني مش بتكلم على مرس عالم بس لأ بتكلم على البحر الأحمر بالكامل هو أول هايبر ماركت يعمل بالنظام السمارت بيل كامل في جمهورية مصر العربية مساحة المشروع بتكون 15 ألف متر ما شاء الله نسبة البناء فيه تجوزتها لـ 85% شامل جميع الخدمات نسبة البناء تجوزت 85% يعني دلوقتي هو يا لو روحت حشوف حاجة مابني منه 85% داخل فيه جميع الخدمات كهرباء ومية وكل المرافع الخاصة بيه وده اللي بيخليني أنه أنا سلم عادة الإجار مع عادة تمليك للعميل لأن التسليم بتاعي بيكون خلال سنتين بس موقع المشروع بيكون وسط مدية مرس عالم على البحر مباشرة وزي ما قلت لحضراتك أنه بيبقى على البحر مباشرة ليه بوابة على الشاطئ ده اللي بيسهل للعميل أنه هو الدخول لي أو الخروق لي أنا مش شجال على حاجة معين لا أنا شجال على كل الناس سواء اللي جاي اللي جاي منبرア بالمدينة بزبط كده المقيم أو اللي على البحر لأنه بجوار جميع الخدمات الخاصة بمرس عالم وجنبه الموقف الخاص بالبساط للقرس يا هيا فأنت بتخدم على كل الناس اللي في مرس عالم واللي خارج برا مرس عالم اللي بيعد عليها واللي راح واللي للناس كلها بوجع عام وبوجع خاص لملاك ومشاريع بتاعتنا يعني مرسه كل المشاريع بتاع tournament ع الهيبر ماركت ده من قوة تزاد العالمية الموجودة على الويب سايت بتاع امازون موجودة داخل امازون هايبر ماركت هنشتري من امازون هايبر ماركت على طول ان شاء الله طيب عايزة برضو اعرف مش عارفة مين في حضركم حيقدر يوضح لي سيستم الدفع او يعني هدفع قد ايه البداية هتأجر لي زي ما حيك قلت لي ان انا بستلم عقد الاجار مع عقد التمليك بالضبط دي نقطة هنيجي لها دلوقتي حالا الفكرة برضو بترجع مارس عالم فيها عدد مهول كبير جدا طول السنة مش سيزن هي مش معمولة ده جزء في الهايبر ده جزء شغال ده اللي هيشتغل وبيتزبط على طول مرحلة الفينش النهائي 85% هو ده اللي هيبقى النظام بتاعنا المفروض هو ده اللي هيشتغل عليه ده المفروض البزنس بتاعنا قايم على الفكرة دي اه يعني هبقى شبه ده يعني ده مش المش يعني انا دلوقتي مش جوه الهايبر ماركت هو هيتصمم بنفس الفكرة بنفس الفكرة احنا جايبين جايد يعني بالزبط هي برضو اوضح لحضرتك والاستاذ المشاهدين فكرة الهايبر ماركت اللي دايما اللي بيجي يعمل مول تجاري بيبقى عامل بيبقى عبارة عن محلات تجارية وبيبقى عبارة عن هايبر ماركت بيبيع المحلات بيأجر المحلات وبيجي عند الهايبر بيشغالوا لنفسه علشان ده اكبر مكسب دايم ومستثمر فيه احنا بنعمل النهاردة في اواخر السنة السعيدة دي ان شاء الله مع السنة جديدة ان شاء الله يردو مع حضرتك مع كل استاذ المشاهدين بنعمل النهاردة فرص حقيقية لانتشار وعي استثمار يناجح وآمن عن طريق النشاطات التجارية اللي بالمنظر ده انا النهاردة بملكك في النشاط التجاري احنا اللي بندير واحنا اللي بنقجر واحنا اللي بنبيع واحنا اللي بنسوق واحنا اللي بنديك عقد الإيجار وستنور طبعا هيشرح لحضراتك برضو الفكرة دي من حيث المنتجات اللي موجودة جوه أمزون هايبر ماركت العدد المهول اللي موجود في مدينة مارس عالم هو ده اللي أجبرنا ان احنا نعمل كده مارس عالم شغالة طول السنة محميات الطبيعية اللي هناك بيت الدولفن بحيرة النيزك وهكذا يعني كل الحاجات دي وعندك كمان مناجم السكاري اللي فيها موظفين دائمين مقيمين أربع شركات دهب شغالين هناك كل اللي شغالين فيها مقيمين هناك أصلاً وكل اللي شغالين فيها أجانب متخيل حضرتك إزاي يعني شفت الموضوع وصل فيه فأنا لازم أخدم كل الناس دي كلها عن طريق ألب باحتياجاتهم من حيث شراء بعض المنتجات اللي هم اللي بيتم عرضها في أمزون هايبر ماركت وستاذ نوره هوات يشرح لنا برضو ايه موضوع الأمزون هايبر ماركت يعني أكتر زي مستاذ محمد قال ان الفري بين التجاري والسكني ان التجاري بيكون أرباحه بتكون أضعاف أضعاف السكني سواء يعني فندوق أو سواء سكني عقاري عموما لا بيبقى مكسبه أضعاف أضعاف بسبب مبيعات اليومية اللي بتحصل عليه تمام فده اللي بيخليني اننا بسلم العميل حصة زي ما قاله السيد محمد حصة في الأرض تمليك في الأرض مع عهد الإيجار في نفس وقت التعاقد اهرام يتفع على كل ده بالنظام الشركة المتعرف عليه بدون أي مقدمات والمدة 10 سنين تمام جدا العميل بيجي بيمتلك بيستثمر معنا عن طريق عقد الامتلك وفي نفس الوقت عقد الإيجار بياخده في نفس اليوم عقد الإيجار اللي هو حضرتك بتتولى تأجير المكان بنيابة عالمي وتديني الفلوس أسددلك منها باقي الأقصاد والباقي يحتفظ بي أنا اللي بتتولى كل حاجة تجابيعه، شراءه، إيجاره، تسويق المنتج أنا اللي بيعمل كل ده العميل ما بيعملش آخر إنه هو بيتعقد معي بدون أي مقدمات ومدة 10 سنين بنزوم الشركة يعني ما بدفعش داون بايمنت خالص أنا باجي أدفع قصة شهري وماليش داعه بقى بالباقي بالضبط كده طيب، انتو دايما بتعملونا مميزات حلوة وتعملونا أفرات عظيمة جدا جدا واللي بيلحق بيبقى هو كسبان طبعا اللي ما بيلحقش بقى بتبقى المسألة سنة جاية فندم الأسعار هتبقى مختلفة ماشي سنة جاية إحنا دخلين على سنة جاية احنا النهاردة خلاص بنودع السنة 2023 وحضرت طيبة طبعا وكل العالم بخير إن شاء الله يا رب دايما السنة الجاية الأسعار بتبقى غير دايما بنقول اللي اشترى أو الانتهز الفرصة زمان في الفترة اللي فاتت دي هو ذات نفسه عارف الأخبار راحت فين دلوقتي أو الوضع بقى ماشي فين دلوقتي ادي الفكرة اللي احنا جايين ننوه عنها ان النهاردة الاستثمار انت بترمي فلوسك في حاجة بحسة في الأرض في عقار مش بترميها في حاجة زي وقت كده وخلاص أو حاجة مش موجودة نرجع برضو نعرف كل السنة المشاهدين أوراق الملكية بتاعت المشروع ما اللي كنت حاولت لك بقى أنا كحد عايز أنا كناشوه هو عايز اشتري واحدة سليم ويمكن تسمحني أنا ما سمحتش لأنني ما معرفش مرسى عالم ما سمحتش عن مرسى عالم ما سمحتش عن الشركة المصرية فعايز أأمن نفسي وأأمن في الوصي الإجراءات اللي حضرتك بتوفارها عشان أبقى أنا في أمان واتأكد إن المشروع ده فعلا قائم زي ما حضرتك بتقولي أنتوا ما بتبعوش أبدا ورق يعني بمعنى إيه؟ في شركات بتروح تبيع المشروع على الورق لسه بالضبطة فأنا روح أشوف المكان ألاقي سحرة ده حيب ده حيب لكن حضرتك يا شركة وضح لي برضو أي مشروع حضرتك باعته انت باعته هو قريدي موجود أقدر أشوفه بعيني دلوقتي أولا فين قططين سهلين جدا هنشرح فيهم كل مشاريعنا في وسط المدينة كل مشاريعنا قدام أو يعني أمام محطات اللي هي الأوتوبيسات السياحية الخاصة بنقل السياح جنب المطار ب8 دقايق بالعربية تمام؟ تقدر تروح وتشوف كل حاجة على أرض الواقع دلوقتي حالاً معايا سبع مشاريع بيتنفزوا على أرض الواقع أنا من 2005 وأنا في السوق المصري عامل اسم في الماركت من 2005 الحمد لله فضل ربنا وأظن أنا هيك سلمت أريدي أنت سلمت بعض المشروعات وفي ناس خدت حاجتها أه طبعاً أه طبعاً لما رجأ أقول أولى رواد الاستثمار الفندوقي في مارس عالم أنا عارف ما تحمله الكلمة من معنى فالفكرة كلها أيما على إيه إن أنا مشاريع موجودة إن بالنسبة للتجاري اللي إحنا طالعين بيه النهاردة واللي هو بيحقق لنا الحمد لله يعني الناس الحمد لله يوم عن التاني بتبتدي تعرف وإن شاء الله لسه هنطلع السنة الجاية برضو لسه مستمرين مع حضرتك إن شاء الله يا رب منفاجآت تانية كتير غير الأمازون ده إن شاء الله يا رب طيب أنا جيت دلوقتي وبعد ما شفت الفقرة دي أنا قررت أستثمر لأن أنا مش هدفع داون بايمانت مش هدفع فلوس مقدم يعني أنا هدفع قصة وقصاتكو الحقيقة مريحة جداً بزبط وفي متناول إيد أي حد الحمد لله عايزة تطلع على أوراق الملكية العميل بيستلم أورى ملكية دي بالضبط العميل بيستلم أوراق الملكية مع عقد الامتلاك ومع عقد الإيجار تمام هنرجع نقول ثاني إحنا اللي بندير تحت شعار السمير ليك والأولادك إحنا اللي بندير وأحنا اللي بنأجر وإحنا اللي بنبيع وبنسوق المنتج وبنشتريه بنعمل كل السركل المطالب مننا إن إحنا نحققها للعميل على أساس إن هو يوصل في الآخر لإن هو يدير له عائد أو يدير له ربح voir طيب صور المستندات اللي انا حقودها من حضرتك اللي بتثبت ملكية حضرتك كالشركة للمكان واللي هتثبت ان انت واخد ترخيص قانونية وإلا ما كنتش دخلت كهرباء ومرافق يعني بالضبط كده طيب انا دلوقتي برضو مش عايزة اأجر هاخد من حضرتك محل مساحت وكذا ربنا يفتح للناس كلها وياخدوا اكبر مساحات وحسأل حضرتك بعد شوية المساحات من كام لكام انا دلوقتي مش عايز امدي محضرتك عقد مش عايز اأجروا او حضرتك تأجرهني للغير انا عايزة انا افتحه ناشاط معين لا دا مش استثمار فندوق دا مش ازاي نظام الوحدات الفندوقية بخلاف الوحدات الفندوقية فندوقية ساناء لو مش عايزة اأجر فانا بروح انا ولادي ناطي بالضبط كده قال ان هي الوحدة بتاعت حضرتك تمام دي برضو الوحدة بتاعت حضرتك تمام وانا قدام حضرتك بتعهد ان انا اأجرها لك لان انا عايزة اعمل زي بقول حضرتك تانية شكل ومستوى معين ما يقلش عن لا هي بالضبط بس حاجة كمان برضو هي الشركة الانجليزية اللي كنا منتكلم عليها اللي هي ايمة بكافة التفاصيل اللي هو ما كلمناش عليها في الفقرة دي لسا لا 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 استاذ نور المفروض اتكلم ما حضرتك فيها هي الفكرة كلها ايمة على ان اللي بيجي يعمل مول تمام بيعبارة عن محلات وعبارة عن محلات بيأجرها ويبيعها ويسيب الهايبر لنفسه اللي بيعمل قرية سيحية برضو بيبقى شؤة فلال شليهات تمام وفندق بيأجر الشوعة والفلال ويبيع ويسيب الفندق برضو يستثمره نفسه احنا عملنا العكس وكان النتيجة الحمد للغير فاحنا اللي بندير الموضوع واحنا اللي بندمن الإيجار للعميل او ان احنا نساعد مع العميل الفرص الاستثمر بتاعته انه يأجر الوحدة بتاعته بالضبط كده تمام بضمان الشرك تمام بالضبط اللي بيدير المشروع بالكامل هي شركة انجليزية متخصصة في النظام السمارت اللي بيسهل عن الوقت عن العميل كجهد وكوقت وبيخليه استمتع بالتسوق بتاعه وزي برضو مستدر محمد قال ان الشركة بالكامل الشركة المصرية هي اللي بتدير وهي اللي بتسوق وهي اللي بتبيع وهي اللي بتشتري وهي اللي بتأجر فهي شاملة على كل حاجة لكن المتخصص في الإدارة هي شركة انجليزية متخصصة في مجال السمارت لان زي ما قلت لحضراتك هو اول سمارت هيبر ماركت موجودة في كمورية مصر العربية كمين نتكلم عن السعار بتاعه اه دي بقى هل ما حاجة في الحياة نتكلم عن السعار انا عندي السعار بتاع الوحدة التجارية والمساحات المساحات لما بيجي العميل بيعرف مختلف المساحات وعلى حسب الأدوار مساحات مختلفة حلائي مراضي يعني لو عايز مساحة صغيرة حلائي لو مساحة كبيرة حلائي بالزبط كده سعر الوحدة التجارية عندي بتكون من 12 ألف جنيه في قصات لمدة 10 سنوات هي يعني شهرية قصات شهرية 12 ألف جنيه بدون أي مقدم بدون أي مقدم بدون أي مقدم وبالنسبة وبقى أنا مالك لوحدة تجارية في المون نحن ناسب نخلناش في المفاجأ بقى نتكلم في المفاجأ اللي هي المفاجأ بتاد حضرتك لمدة 24 ساعة لو ما لقى حضرتك إن من بكرة إن شاء الله عندنا عرض بدل 12 ألف جنيه 5000 جنيه بدون أي مقدمات والمدة 10 سنوات أنا أحب بقى الحاجات دي بتراستق فيها ونقولها كمان مرة بس لمشاهدي بنت البلد حضرتكم عاملين عرض لمدة 24 ساعة بيتدي من 24 ساعة من بكرة من ساعة 8 صبح من النهاردة لحد بكرة من النهاردة الساعة كامل يعني بيكون من بكرة من بكرة من الساعة 12 لحد الساعة 8 إن شاء الله من النهاردة ساعة 12 بالليل من دلوقتي من بكرة من بكرة لحد الساعة 8 بيبعد صورة البطاعة بالليل بدل ما يبقى 8-12 ألف جنيه شهريا لمدة 10 سنين 5-1000 جنيه شهريا لمدة 10 سنين بسلم العميل عادل جار مع عادل تملك إيه ده الجمال ده؟ وفايل الملكية والضمانات والترخيص لكن بعد 24 ساعة انت في حلة عن هذا العرض لازم نستفع من نقطة دي لأنه هو سيستم الفكرة كلها سيستم بندخل بأرقام البطاية أو صور البطاية وأسماء الناس في توقيت معين بعد التوقيت المعين دلوقتي ابتدى العرض بالضبط ابعت صورة بطاقتك على الأرقام اللي حضرت على الرقم اللي حايت شايفوا سوروه بالموبايل وقول أنا عايز أحجز وحدة بالضبط لمدة 24 ساعة بدل ما تدفع شهريا 12 ألف جنيه هتدفع شهريا 5-1000 جنيه لمدة 10 سنين والعرض ده 24 ساعة بس وشوية لأننا هلت في دي من دلوقتي ساعة نقول خمسة وشوية لبكرة ساعة 12 بالليل انتو بتقفيروا الساعة كامل بكرة عشان كلما حضرت نحن نقفل ده عرض عظيم جدا وعرض أنا شايفة أنه هو فرصة بتاخد أوراق اللي تضمن يعني أن أنت الأمر موصوق فيه أوراق الملكية أوراق الترخيص تاخدهم صورهم يعني تاخدهم وتطلع على مرسى العالم كمان تتأكد مشروع مبني وموجود الشركة تي موجودة المبنى اللي أنا اشتريته بيشتغل وهو موجود أباروح المحافظة مجلس المدينة مجلس المدينة بالضبط أتأكد من الأوراق وبقولك نايتأكدوا عشان أنا إيه بطني بطيخة صيفي يعني ومعايا حكتي 24 روات أنا بشكركم جدا شكرا وعرض عظيم جدا وعرض فرصة فعلا اللي بيفهم لمدة 24 ساعة بالضبط نلحق ورقم قدامنا نصوروا دلوقتي بالضبط شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم